اشتركوا في القناة لعن الله الظالمين لكم سادتي من الأولين والآخرين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأم ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم فيا يا 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 ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما لقد هاج في قلب الشجي غرام لركب بجرعاء الغميم أقام صراو فأذلت الدمع إثر مسيرهم دمان والحشى مني عراه سقاموا سقاموا ضللت أنادي في الربوع فلم تجئ ندائي وأن للربوع كنام أحبابنا أحبابنا هل من سبيل لوسلكم خلق وليتنا إليكم فيحيى عظيم أخبار الكرون فيحيى فؤاد لجّ فيه هي أموء وهل نلتقي بعد الفراق سويعة فيطفى من القلب الشجيء وأمو فيأن سعدد عنك الصبابة والهوى وعري يجعل من بالطفوف أقام وحي كراما من ثلالة هاشم نمتها إلى المجد الأفين كراما ورأت أن دين الله بين أميته تلاعب فيه ما تشاء تغايمه فقامت لنصر الدين فرسان غالبي عليها من البأس الشديد وسايا أنقضوا بالضرب بين مبضعين هو منعفرين منه تطاير ها يا 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 مو فجاءهم وصبط الرسول مناديا أحبا يهب فالمنام حرام حرام رضيتم بأن أبقى وحيدا وأنتم ضحايا على وجه الصعيد حرام يا أبي يا أبي يا أبي يا أين أخذت أخوتي عباس وحسين والله وانصى يا عرنا السبعين واثنين يا أين يا أين يا أين يا أين يا أين إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يقول أمير المؤمنين ومولى الموحدين علي بن أبي طالب عليه السلام والله لأن أبيت على حسك السعدان مثهدا أو أجرف الأغلال مصفدا أحب إلي من أن ألقى الله ورسوله غالما لبعض العباد وغاصبا لشيء من الحطام وكيف أظلم أحدا لنفس يسرع إلى البلا قفولها ويطول في الخرى حلولها هذه المدرسة العملاقة التي من خلالها يدرك الإنسان المعاني الجليلة التي يثبتها قادة الإسلام للمجتمعات الإنسانية هذا الكون الذي يقوم على قوة المادة تحركه هذه القوة التي زرع الله فيها قانونها الخاص كل هذا الكون العظيم يمشي بنظام متحد بحيث أنه لا يخفى على أحد السر في صناعة وعجيب صنع الله في ترتيب هذه الكائنات ثم جعل الطاقة في هذا الكون تكفيه في المسير وهذه الطاقة تعتبر قوة هذا الكون المتباعد والمترامي وكذلك جعل الله سبحانه وتعالى طاقة كبرى في قلب المؤمن تحركه وينطلق المؤمن من خلال هذه الطاقة هذه الطاقة التي في قلب المؤمن تعادل طاقة الكون بأسره بحيث قلب المؤمن أشد من زبر الحديد إذا أدخلت الحديد إلى النار لان وإذا أحرقت المؤمن بالنار على أن يتراجع ويتغير لا يمكن أن يتراجع ويتغير والأمثلة في تاريخ الإسلام كثيرة من حجر ابن عدي الكندي وأمثال حجر من حواري أمير المؤمنين بالألاف تستطيع أن تحصيهم عبر مسيرة الزمن إلى يومك هذا بل بالملايين فلذا الطاقة الموجودة في قلب المؤمن هي طاقة كبرى وأعظم من طاقة الكون وبها يبصر الإنسان المؤمن كل الحقائق وبها يبصر الإنسان المؤمن كل شيء في هذا الوجود وهكذا تعتبر بصيرة يرى بها كل الحقائق غير البصر الذي يرى به الأشياء الآن إذا أخذنا مثل هناك أمثلة كثيرة حتى نوضح المعنى لو افترضنا أنه أخذنا سلكا من الكهرباء كما يقول علماء الفيزياء وربطنا في رأس السلك إبرة ممغنطة يقول هذه الإبرة تميل بحسب اتجاه التيار الكهربائي إذا كانت تيار الكهربائي إلى اليمين هذه الإبرة تميل إلى اليمين وإذا كانت تيار الكهربائي إلى اليسار هذه الإبرة تسير إلى اليسار تميل إلى اليسار هذا من مسلمات علم الفيزياء لأن هناك انسجام وانجذاب خاص بين المادة الممغنطة وبين الكهرباء كل ما يؤثر في هذا يؤثر في هذا وكل ما يؤثر في هذا يؤثر في الآخر وهناك انجذاب بينهما هذا ماذا يسمى؟ يسمى الطاقة التي تنسجم مع الطاقات الأخرى قلوب المؤمنين هكذا جعلها الله جعل زرع فيها انسجام وانجذاب فيما بينهم يعني أذكر رواية مثلا لجابر الجعفي جابر بن يزيد الجعفي يأتي إلى الإمام الباقر الإمام الباقر الذي بقر العلم بقرا صاحب أعظم مدرسة في الوجود يسأل الإمام يقول يا سيدي أنا يوم من الأيام مثلا أستيقظ من النوم وأشعر بحزن حتى يظهر ذلك الحزن والهم على وجه حتى يعرفه أهلي وأولادي وأصحابي وأقربائي وكل من يراني يقول أنت اليوم حزين خير والحال أني أنا ما بي أشيء لا عندي نقص بالمال ولا عندي نقص بالأولاد ولا عندي مرض بأحد ولا عندي أي هم لكن هكذا أستيقظ فأجد نفسي حزين ومهموم ولست أدري تفسيرا لهذا يا سيدي الإمام الباقر أطرق برأسه نحو الأرض ثم رفع رأسه لاحظ الآن هذا العلم لا تجده في أي مكان بالعالم هذا العلم خاص بآل محمد خاص بأهل البيت لأنهم هم أهل العلم وأهل المعرفة والذين أمر الله المسلمين أن يرجعوا إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فالله سبحانه وتعالى أرجعنا إليهم الإمام الباقر رفع رأسه قال اعلم يا جابر جابر بن يزيد الجحفي قال اعلم يا جابر أن الله سبحانه وتعالى ربط قلوب المؤمنين ببعضهم لأنه خلقهم من طينة الجنة شوف هذا المعنى هذا الشرف عظيم أننا خلقنا من طينة الجنة يقول خلقهم من طينة الجنة يا جابر فربط القلوب ببعضها فربما في أبعد نقطة في العالم في أبعد مكان أنت بالغرب واحد من المؤمنين من شيعتنا في الشرق وأصيب بهم أو بغم فإن همه وغمه يؤثر عليك من خلال ذلك الإنجذاب الطيني يؤثر عليك فيغلب عليك الحزن والهم يا جابر هذا التفسير أين نجده هذا ربط القلوب لاحظ هذا إنجذاب جعله الله سبحانه وتعالى بين قلوب المؤمنين وإلا الآن أنت تعرف لك واحد مؤمن يهفو قلبك إليه يحبك وتحبه بدون معرفة مجرد أن نظرت إلى وجهه ورأيته أنه مؤمن ولاحت لك علامات الإيمان منه تشعر بارتياح من ناحية القلب هذا من أدق النظريات في علم النفس وأحيانا علم النفس يعجز عن تفسير هذه المعاني بس لو سمحت أرفع الصلاة شوية يعجز علم النفس عن تفسير هذه المعاني أحيانا ماذا يقول بها؟ لأن هاي مسائل فوق قدرة الفهم لكثير من الناس هذه فقط تأتي من مدرسة الأئمة مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم فهذا الاندماج والانجذاب الذي يكون بين المؤمنين على هذه الطريقة الآن إذا تأتي إلى الإمام علي سلام الله عليه له تعبير كيف كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله لأن تأليف القلوب لا يكون بالمادة الماديات في الدنيا كلها لا يمكن أن تؤلف بين قلبين إسا أنت لو تجيب ملايين الدولارات لا يمكن أن تؤلف بين القلوب ربما يمشي معك لمصلحة لكن إذا وصلت إلى تأليف القلوب أبدا الله يقول في حال المؤمنين واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا لكن آية أخرى تقول ولو أنفقت أو لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم إذن المال والمادة والذهب وغير ذلك من ماديات الدنيا لا يمكن أن تؤلف بين قلبين إذن الذي يؤلف بين القلوب فقط ماذا هو الإيمان الإيمان هو الطاقة الكبرى التي تجمع القلوب وتشد القلوب قلوب المؤمنين في كل العالم تشدهم هذه الطاقة الكبرى التي زرعها الله وين في القلب الإمام عليه سلام الله عليه يقول وَلَقَدْ كُنْتُ أُجَاورُ مَعْ رَسُولِ اللَّهِ فِي غَارِ حِرَاءُ كُنتْ أُجَاورُ وَكُنتُ أَشَمُ الْوَحِيُ وَأَشَمُ وكنت أتبع رسول الله اتباع الفصيل أثر أمه أو إثر أمه وكان يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما ويأمرني بالاقتضاء به فما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل هذا علي بن أبي طالب يبين مكانته من رسول الله وأعظم شيء أن الله سبحانه وتعالى يعني جاءنا بعلي بن أبي طالب إلى الدنيا في بيت الله وبعد ذلك بدل ما أمه فاطمة بنت أسد تهز مهده بيمينها الله أوكل هذه المهمة إلى النبي المصطفى فأخذه وهو رضيع من أمه وجعله إلى جانبه وكان يضع فراشه إلى جنب فراشه وكان يهز مهده بيده لينشئه تلك النشأ على عين الله سبحانه وتعالى فعلي بن أبي طالب هو ربيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وهكذا نشأ أمير المؤمنين إلى أن أصبح عمره عشر سنوات لما صار عمر الإمام علي عشر سنوات نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وبقي الإمام علي وأبو طالب مع النبي يدافعان ويدفعان عن هذا الإسلام العظيم علي وأبوه بقي مع النبي وكان الإمام علي في مكة لما يرجع النبي كان الإمام علي طفل ابن عشر سنوات لما يرجع النبي وقد أوكلت قريش إلى أطفالها أن يلقوا الحجارة وبعض الأمور على النبي ويرجع إلى البيت فكان الإمام علي يقول يا رسول الله إذا خرجت فخذني معك لأنهم يريدون إسقاط هيبة النبي رجل ابن أربعين سنة يمشي الأطفال يضربونه إذا رد عليهم مهزلة وإذا بقي على هذه الحالة مهزلة فحاصروه بين أمرين علي بالظاهر بعمر هؤلاء الأطفال فكان يقول يا رسول الله خذني معك إذا مضيت وإذا خرجت فكان إذا خرج النبي ومعه علي بن أبي طالب ورأى الأطفال علي بن أبي طالب مع النبي ولوا فرارا وهربوا من بين يدي علي بن أبي وهكذا ابتدأت رحلة الإمام علي وحياة الإمام علي التي هي مليئة بالمناهج العلمية الرائعة إلى أن طبعا أنا أتدرج بشكل سريع لأصل إلى المكان المطلوب إلى أن كبر الإمام علي وصارت السنة الثالثة عشر للبعثة صار عمر الإمام علي ثلاثة وعشرين عام هنا ابتدأ المشركون قرروا قتل النبي وقرروا قتله وضياع دمه بين القبائل وسووا هجوم على بيت النبي لأن اجتمعت القبائل عند قريش أنه نضيع دم محمد بين القبائل فعند ذلك بنو هاشم لا طاقة لهم بالمطالبة بدم محمد بين القبائل فاجتمعوا عشرة وكان على رأسهم معهم أبو جهل وكان على رأسهم يعني القائد تبعهم خالد ابن الوليد يومها هذا قبل أن يدخل بالإسلام هذا إذا كان للإسلام معه نصيب على كل حال هجموا عشرة على بيت النبي نزل جبرايل على النبي يقول يا رسول الله القوم أرادوا قتلك فلا بد أن تخرج من مكة إلى يثرب وتضجع مكانك أخاك علي بن أبي طالب النبي أقبل إلى الإمام علي قال القصة كذا وكذا والقوم يريدون قتلي وقد أمرني الله أن تبيت في فراشي فما أنت صانع فقال يا رسول الله أو تسلم أنت؟ قال نعم قال إذن أبيت وبات الإمام علي وادثر ببرد رسول الله تغطى ببرد رسول الله والعجيب أنه نام يعني الرواية تقول ونام علي يعني غفى علي بن أبي طالب أي أطمئنان عند الإمام علي يغفى بهذا الشكل فغفى علي بن أبي طالب حتى يقول الشاعر ورقدت مثلوج الفؤاد كأنما يهدي القراع لسمعك التغريدة رصدوا الصباح لينفقوا كنز الهدى أو ما دروا كنز الهدى مرصودة وبات الإمام علي النبي كيف يطلع من الدار أنزل الله عليه هدية من السماء مقدمة سورة ياسين وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون قراءها النبي على حفنة من الطراب وألقاها على رؤوس القوم على رؤوس الملأ فغلب عليهم النعاس خرج النبي صلى الله عليه وآله من عندهم وراح بعدين إلى غارثور ومن غارثور راح انطلق إلى يثرب إلى المدينة والإمام علي نائم على فراش النبي فلما طلع الصباح واستيقظوا قالوا لقد فر محمد ثم نظروا هكذا وإذا هو نائم على الفراش قالوا لم يفر بعد فنثب عليه وثبوا عليه هجمة رجل واحد أبو جه الواقف قال لا تقتلوا محمدا وهو نائم خلي استيقظ ثم نقتله كي يشعر بألم الحديد خلي تعذب مو هكذا نقتله فأيقظوه خالد بن الوليد أي قضه وإذا هو علي بن أبي طالب فعند ذلك نظروا إليه قالوا لعلي أين بن عمك قال وهل جعلتموني رقيبا أنتم نصبتموني رقيبا عليه حتى أخبركم لكن العجيب الطبري يروي رواية رائعة يقول فأخذ علي بن أبي طالب بتلابيب خالد وجلد به الأرض وكاد أن يقتل من هذه الضربة لو لا تدخلوا أصحابه هذه من الروايات العجيبة التي ينقلها جمهور المسلمين على كل حال الإمام علي بعدين وقف بباب النبي وصاح في قريش من كان له عند محمد أمانه فليأتي وليأخذها لأن حتى المشركين أماناتهم عند رسول الله ما كانوا يؤمنون فيما بينهم لبعضهم كانت أماناتهم عند الصادق الأمين عند رسول الله فالإمام علي أدى الأمانات إلى أهلها ووزع كل واحد له أمانة وجمع الفواطم يعني فاطمة بنت النبي فاطمة بنت أسد فاطمة بنت الحمزة جمعهم وأراد أن يلحق برسول الله صلى الله عليه وآله يقول الراوي قبل أن يخرج من مكة الإمام علي مر على نادي الشرك وجوه الشرك مجتمعة يخططون الظاهر لمؤامرة جديدة الإمام علي وقف على الباب قال اسمعوا يا معشر قريش لا تقولوا إن علي بن أبي طالب جبن وخرج في ظلام الليل الوقت نهار والشمس في كبد السماء وأنا علي بن أبي طالب ومع الفواطم من ضعينة آل محمد وإني خارج إلى ابن عمي رسول الله إلى يثرب ومن أحب منكم أن أفري لحمه بدمه فليتقدم يقول فسكتوا كأنه على رؤوسهم بعد ذلك الإمام علي انطلق راح مشى تبعه أبو جهل لحقه أبو جهل توكل هو بقضية قتل الإمام علي فأخذ معه أبو جهل جبان أخذ معه عبد أسود وانطلق حتى يقتل علي بن أبي طالب عبد كبير ضخم عضلات مفتولة متانة قوية وصل الإمام علي شاف أبو جهل وصل النساء خافت فاطمة فاطمة بنت أسد الإمام علي نحى الجميع للنساء نحاهن ثم أقبل استل سيفه ووقف أبو جهل قال للعبد امضي واتني برأس ذلك الشاب اذهب وجب لي رأس هذا الشاب فركض العبد باتجاه علي بن أبي طالب الإمام علي والعبد راكذ استلمه بضربة واحدة تركه ميت على الأرض يعالج رسل ثم قال له لما رأى هكذا أبو جهل نظر إلى العبد الآن كان على قيد الحياة كيف قتل برمشة عين ما رأى كيف قتله علي فنظر متعجب ثم نظر في وجه علي الإمام علي قال يا أبا جهل إن أحببت أن ألحقك بصاحبك تفضل فقال لا داعي علي نحن وأنتم من شجرة واحدة عد لكي لا تشمت بنا قريش الإمام علي قال والله لن أرجع معكم حتى يرجع معكم أكثر شعرة يعني اقتع راسي يعود إلى مكة أما أنا مصمم على الذهاب إلى رسول الله إلى يثرب طبعا النبي بعد ما دخل المدينة وهذه إشارة ظلم في رواية الهجرة يظلم بها علي بن أبي طالب لأن هذا بيان لفضل علي النبي ستة أيام واصل على باب المدينة ستة أيام لم يدخل المدينة ستة أيام على قبة واقف في منطقة اسمها قبة النبي هناك ستة أيام والإمام علي بعد ما وصل أصحاب النبي من حوله الذين هاجروا مع النبي والذين طلعوا أصحابه والناس بالمدينة ستة أيام منتظرة والاحتفالات موجودة على استقبال هذا النبي من أنصاره الذين هم في المدينة وعبد الله بن رواحة مهيئ قصيدة وفلان مهيئ نشيدة وكل واحد مهيئ حالة ليستقبل النبي والنبي صلى الله عليه وآله يقول له أصحابه يا رسول الله لم لا تدخل والناس منتظرة ستة أيام النبي يقول لن أدخل المدينة حتى يصل إلي أخي وابن عمي علي بن عمي هذا مع الأسف لا يصلت عليه الضوء أبدا في تاريخ الهجرة يصلت الضوء على أمور أخرى وثاني اثنين إذ هما في الغارت شوفت لعلي على المنابر وإن كان لا فضل فيها وهذه الفضائل الكبرى يعتم عليها وتخفى مع الأسف ليش؟ لأن هذا حقد على الإمام علي فالنبي بقي في قبى منتظر حتى وصل أمير المؤمنين وكان ذلك اللقاء احتضنه النبي وبكى وسالت دموعه بالبكاء ثم مشيا سويا قائد الدولة الإسلامية وقائد القوات العسكرية المسلحة المنفرد ذاك اليوم علي بن أبي طالب كان يشكل جيش الإسلام بمفرده ودخل هكذا الموكب موكب الدولة إلى المدينة وبنى رسول الله مقر الحكومة الإسلامية الأول والأعظم الذي من خلاله يدير كل الدولة الإسلامية وهو المسجد وتعاون المسلمون على بنائه ثم النبي بعد فترة جمع المهاجرين والأنصار الذين هاجروا من المدينة هاجروا وتركوا أموالهم وتركوا بيوتهم وتركوا كل شيء خلفهم ما معاهم ثوى الثوب الذي يلبسونه فالنبي اضطر أن يؤاخي بين المهاجرين والأنصار والمؤاخات لها هدف أن كل واحد من الأنصار عند بيت وعند عمل وعند مال يقسم نصف بيته ونصف ماله لأخيه الذي هاجر في سبيل الله فصارت المؤاخات كل واحد نبي أخاه على شاكلته فلان أخو فلان فلان أخو فلان فلان أخو فلان إلى أن بقي علي بن أبي طالب ينظر إلى رسول الله كأن ما تركه ما أخاه بأحد الإمام علي ينتظر بمن يؤاخيني رسول الله بمن يؤاخيني وإذا بعلي لما انتهى النبي والناس كلها تمت المؤاخات الإمام علي التفت لقال يا رسول الله أخيت الجميع وتركتني نظر إليه النبي نظرة هائم وعاشق قال إنما أخرتك لأني اذخرتك لنفسي يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي فأنت أخي ووصيي ووزيري وخليفتي من بعدي يقول لا نظر النبي إليه نظرة عاشق ثم انثنى نحو السماء بتهجد رفع اليدين إلى الإله بقوله يا رب في الزمن القديم الأبعدي هارون مع موسى جعلت أخوة وعلي نجعله أخا لمحمد وابتدأت رحلة الإمام علي الجهادية في المدينة ثلاثة وثمانين معركة خاضها النبي الإمام علي نصيبه منها اثنين وثمانين معركة فقط معركة واحدة النبي صلى الله عليه معركة تبوك النبي صلى الله عليه وآله خلف علي في المدينة وهناك قال أنت مني بمنزلة هارون من موسى ابقى في المدينة وإلا اثنين وثمانين معركة في كل معركة كان علي بن أبي طالب سيدها وإمامها وقائدها وبطلها والفارس فيها ولولا سيف علي بن أبي طالب لما قام هذا الدين ولما استقام هذا الإسلام على الإطلاق وكان النبي صلى الله عليه وآله يصف علي بأوصاف في المعارك لا مثيل لها مرة يقول عنه برز الإيمان كله إلى الشرك كله ومر يقول ضربة علي تعادل عبادة الثقلين من آدم إلى يوم القيامة ومر استدعى أن ينزل جبرائيل لأن النبي جريح بالأرض ما يستطيع أن يتكلم في معركة أحد لما فر المسلمون هؤلاء اللي نسمع أسماءهم رنانة على الفضائيات كلهم هربوا لم يبقى إلا علي بن أبي طالب وأربعة نفر من بني هاشم ونسيب المازنية التي قال عنها رسول الله إن لموقف نسيب المازنية أفضل من موقف فلان وفلان وفلان وإذا علي بن أبي طالب يدفع عن رسول الله ويقتل المشركين بسيفه وهو ذائب يدافع عن رسول الله وأبدى شجاعة أمير المؤمنين تضرب بها الأمثال حتى اهتزت السماوات بالملائكة من شجاعة علي فنزل جبرائيل ما استطاع أن يبقى صامتا وقف بين السماوات والأرض مادحا يد علي قائلا لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي وإلا هؤلاء هربوا كلهم هربوا لتسمع أسماءهم اليوم كلهم راحوا هربوا أمجاد مزورة واحد من الشعراء عنا يقول ويوم أحد عرى أشياخهم طمع عافوا الجهاد وقالوا ربنا السلب ركبوا النياق خلافا هكذا فعلوا إن العروبة في مفهومهم هربوا إذا رأيت عقالا من عروبتهم ما عدت تعرف أين الرأس والذنب هذا واقعهم هذا واقعهم هكذا وابتدأت رحلة الإمام علي الجهادية هذا كان في حقبة رسول الله وكان الكثيرون يحسدون علي بن أبي طالب على موقعه من رسول الله وهذا الموقع مو موقع هكذا قرابي فقط من رسول الله مو أنه النبي يعني كان والله يحب علي بن أبي طالب هوى نفس أبدا ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وهذه من أشكل المشكلات حتى النبي كان متهم بحبه لعلي إذا ما يقولون الشيعة يغالون بحبهم لعلي بن أبي طالب والله هاي التهمة فخر إلنا إحنا نفتخر لأن هاي هي التهمة هي ذات التهمة التي وجهت لرسول الله حتى النبي اتهموه بهذا إذا أنت ما تصور أنك أنت تحب علي بن أبي طالب أكثر من النبي وأنك متهم والنبي ممتهم حتى رسول الله صلى الله عليه وآله اتهموه بهذا وقالوا عنه أكثر مما إحنا بسيطة يقولون عنه الشيعة يغالون في علي النبي لا قالوا عنه هام وظل وغوى في حبه لابن عمه هاي الألفاظ هاي جابوها قالوا لقد غوى وظل محمد في حبه لابن عمه ليش لأن كل شيء النبي يبينه في عظمة علي يقولون هذا ما شايف أحد إلا علي كل شيء علي إذا نزلت السماء يقول لأجل علي إذا أمطرت الدنيا يقول هذا لأجل علي يوم من الأيام نزل نجم من السماء النجم باللغة يعني شهب كيف نحن نشوف شهب ينزل من بعض الكواكب شهب نزل من السماء اسمه نجم باللغة العربية وهوى في المدينة على سطح بيت أو في بيت من بيوت المدينة فالنبي بالمسجد والجميع رأوا هذا الشهب فقال النبي قوموا وانظروا نزل عليه الوحي لحظات ثم قال قوموا وانظروا من نزل هذا الشهب هذا النجم في بيته وهوى في بيته يكون أخي وخليفتي ووصي من بعدي فقاموا يتلمسون بيوتهم وتركوا بيت علي ولما عجزوا جاءوا إلى بيت علي فوجدوا الشهب والنجم في بيت علي عند ذلك ما تحملوها قالوا هذا محمد غوى وظل في حب هذا ظل في الحب لعلي بن أبي طالب هذا كل شيء يراه علي بن أبي طالب لأن استنفرت نفوسهم قالوا لقد غوى وظل محمد في حبه لابن عمه علي بن أبي طالب نزل جبرائيل فورا على رسول الله يقول يا محمد بسم الله الرحمن الرحيم يعني الله يقرؤك السلام ويقول لك بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم يقولهم صاحبكم هاي أريد أبين قوسين تأخذها معاك صاحبكم هاي يقول له والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى فكانوا يتهمون النبي بالغلو مو بس إحنا نتهم بالغلو بحبنا لعلي بن أبي طالب حتى النبي كان متهم بهذا وقال الله يقولهم ما ظل صاحبكم وما غوى هنتم شلون تتهمون رسول الله وهذا أمر من الله فالنبي كان يبين كل عظمة علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه بأمر من الله لما سد الأبواب وأترك باب علي بن أبي طالب كذلك هذا الإمام العظيم الذي عرف عظمته كل من عاش في تلك الحقبة ولكنهم حسدوه بعد ذلك وإذا الإمام علي يعطي الإسلام عزا لا عز بعده والآن حتى لا نسأل لك أي باحث إسلامي قل يا عم تعال شيل علي بن أبي طالب من تاريخ الإسلام ماذا يبقى في تاريخ الإسلام سفر لا شيء أبدا ما أظلم أحد لا يبقى شيء لو لا علي بن أبي طالب حتى قال بعض العلماء ما قام دين محمد إلا بسيف علي وما لخديجة هذا واقع الله سبعد موت النبي هذه حقبة ثانية في حياة أمير المؤمنين مات النبي ظلم الإمام علي أقصي عن حقه أبعد عن الخلافة حوصر الإمام علي بقي الإمام علي في المدينة يصلح حفواتهم وينجي الإسلام من الضياع إذا جاء مجموعة من الآخرين من اليهود أو من النصارى عندهم أسئلة للخلافة الإسلامية وفي الإسلام إذا إجوا يسألون الخليفة الخليفة ضايع إذا إجوا يسألون أي واحد ضايع ليس لهم إلا علي بن أبي طالب وإذا يوم من الأيام إجوا ثلاثة من الأحبار من اليهود دخلوا المدينة سألوا أين خليفة نبيكم قيل لهم بالمسجد هذا في زمن حكومة عمر الحكومة الثانية قيل لهم بالمسجد فدخلوا سلموا على عمر موجود مجموعة من الصحابة قالوا نحن من أحبار اليهود قال نعم قالوا عندنا أسئلة إذا كنت صادقا وعرفتها وأجبتنا تكون صادق ونبيكم صادق وإن لم تجبنا يكون دينكم كذب كذبا بكذب لا نقبل به أبدا وسوف نعلن كذب دينكم قال سلوا قالوا أول سؤال قالوا ما هو الموجود عند الله ما موجود عند الناس فكر قال سلوا غير هذا السؤال قالوا طيب ما هو الموجود عند الناس ما موجود عند الله قال هذا أعجب من الأول سلوا غيره قالوا طيب أين وجه الله فأسقط في يده قالوا إذن دينكم ليس صحيحا سلمان حاضر قال مهلا أقبل على باب علي باب الإمام علي بالجامع طرق الباب يا أمير المؤمنين أنقذ الإسلام هو المنقذ هو منقذ الإسلام يا أمير المؤمنين أنقذ الإسلام خرج الإمام علي خير وضع ردائه على كتفه خيرا يا سلمان قال القصة كذا وكذا وكذا قال أوقفهم أوقفهم سلمان خرج الإمام علي قال اسمعوا أنا أجيبكم عما تسألون بأي شيء سألوا عن أي شيء أخبركم وكما تشاءون وكما في توراتكم بشرط إذا أخبرتكم كما في توراتكم تدخلون تدخل الإسلام قالوا نعم يا أبا الحسن فقال سألوا عما بدى لكم قالوا ما هو الموجود عند الله عمر يسمعوا الأصحاب يسمعون ما هو الموجود عند الله ما موجود عند الناس قال العدل عن ظهر قلب هكذا قال العدل موجود عند الله ما موجود عند الناس لأنه هو أكبر مظلوم أمير المؤمنين أول مظلوم ظلم علي بن أبي طالب وأعظم مظلوم ظلم علي بن أبي طالب لو هذه الدنيا وبين الناس يوجد عدالة كان علي بن أبي طالب يقصى عن موقعه ويقصى عن مركزه أمير المؤمنين الذي امتلأ علما من رأسه إلى أخمص قدمه الذي يقول سلوني عن طرق السماوات إني أعلم بها من طرقات الأرض ما أخبرتم ما سألتموني عن شيء إلا وأخبرتكم بما كان وما هو كائن وما ستلقونه إلى يوم القيام سلوني عن أي شيء فالإمام علي قال العدل قالوا صدقت هكذا في توراتنا ما هو الموجود عند الناس ما موجود عند الله قال الظلم الظلم موجود عند الناس لكن وما ربك بظلام للعبيد قالوا صدقت هكذا في توراتنا طيب أين وجه الله قال يا سلمان أشعل النار سلمان أشعل النار هكذا على حديدة أشعل النار لما اشتعلت النار واستصاعد لهيبها الإمام علي التفت إليهم قال أين وجه النار وقفوا من هذه الناحية شافوا وجه للنار وقفوا من الناحية الأخرى شافوا وجه للنار وقفوا من الجهات الأربع أينما وقفوا موجود وجه للنار قالوا يا أبا الحسن أينما نولي وجوهنا فثم وجه النار قال كذلك أينما تولي وجوهكم فثم وجه الله قالوا صدقت يا أخا رسول الله لاحظ لاحظ صدقت يا أخا رسول الله إن اسمك في توراتنا يا أخا رسول الله مد يدك إنا بين يديك نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك أنت خليفة رسول الله فصاح عمر لولا علي هذا كلام على كل حال هذا التاريخ يعطيك كيف تصرف الإمام علي بعد النبي وإلا صدقوني لولا صبر الإمام وبقاء الإمام لما بقي هذا الإسلام أبدا قضايا وقضاء آلاف القضايا حدثت وكان الإمام علي ينقذ هذه القضايا مؤجة امرأة ومعها إخوتها إلى عمر في زمن حكومة عمر ومعها إخوتها وتشتكون على شاب أنه يدعي أنه ابنها وهي تقول هذا ليس ابني أنا بريئة منه وهذا الشاب يقول يا أمير يقول لعمر الخليف يا أمير يقول لهذه أم التي ولدتني ولكن خافت من إخوتها فرفضتني أنا ابنها وهي أمي هي تقول أبدا هذا ليس ابني وهذا موم مني وأبدا وأنا ما عندي أولاد وإخوتها يقولون له يا أمير هذا شاب كاذب يجب أن يعاقب هذا لعله طمع بنا وبميراثنا فيجب أن يعاقب عمر التفت إليه قال للشاب التفت للشاب قال للشاب تقسم قال أقسم قسم بعدين المرأة قسمت فصارت القضية يعني حرجة عمر قال هذا الشاب كاذب يجب أن يعاقب بعد خلاص ما عنده ولا بين يجب أن يعاقب هل أثناء مر الإمام علي خرج من الدار الشاب تعلق بالإمام علي قال يا أبا الحسن أقسم عليك إلا ما نظرت في قضيتي فالإمام علي قال خير ما القضية قالوا القضية كذا وكذا عمر جالس قال يا علي القضية كذا وكذا أفصل بها قال والله لا أحكمن بها هذا اليوم التفت إلى المرأة قال هذا من قالت ليس ابني لا أعرف هو يدعي أنه ولدي وهو ليس ولدي التفت للشاب قال وأنت قال والله يا أبا الحسن هذه أمي التي ولدتني هاي هي أمي الإمام علي التفت إلى أخوة المرأة قال إن أمر أختكم لي تعطوني أمر أختكم يعني تخلوا الولاية بيدي قالوا لك ذلك قال ترضون بأي شيء قالوا لك ذلك يعني أنت أصبحت يا علي ولي هذه المرأة مثل أبوها يحق لك أن تزوجها أن تطلقها أنت وليها يا أبا الحسن نحن أوكلنا إليك ولايتها قال جيد إذا هذه أصبحت ولايتها لي تعال أيها الشاب إني قد زوجتك هذه الإمرأة والصداق من مالي فاخذ إمرأتك واذهب بها فصاحت يا أمير المؤمنين العار ولا النار الله أكبر هذا ولدي وابني فصاح عمر لا طاب المقام بأرض ليس فيها أبو الحسن هذا واقع هذه واحدة من آلاف القضايا التي كان الإمام علي ينقذ بها الإسلام من العلم والعطاء والمعرفة وغير ذلك على كل حال واستمرت هذه الحقبة إلى أن حكم الإمام علي يعني إذا أن بايعوا الإمام علي سلام الله عليه عندها أعطى نموذج الدولة الرائع الإمام علي وهناك لما الحاكم يصير بالحكم كثير من المغريات حول الحاكم هذه النقطة التي نريد أن نوصلها كثير من المغريات تأتي للحاكم هذا يقول لأنا أخوك نصبني وزير هذا يقول لأنا ابن عمك خليني معاك في مكان ما وافتح لي مجالات ذلك يأتي يقدم رشوة للحاكم على أن يمر لقضية من القضايا شوف الإمام علي الآن سيعطي نموذجا للحاكم في كل مكان بالعالم يقف الإمام علي يخطب بعد قصة حدثت معه مع عقيل ومع واحد آخر يجي يريد يرشي الإمام علي فالإمام علي وقف على المنبر قال والله لأن أبيت على حسك السعدان حسك السعدان شوك كالإبر يقول الإمام علي لو صنع لي فرشة من شوك السعدان وقالوا لنام عليها يقول والله لأن أبيت على حسك السعدان مسهدا أو أجر في الأغلال مصفدا أحب إلي من أن ألقى الله ورسوله ظالما لبعض العباد وغاصبا لشيء من الحطام وكيف أظلم أحدا لنفس يسرع إلى البلا قفولها ويطول في الثرى حلولها أما والله لقد رأيت أخي عقيلا وقد أملك عقيل ابن أبي طالب لكان يقول رسول الله أحبه حبين حبا له وحبا لحب أبي طالب شوفها المدرسة الرائعة النبي يعلمنا أن نحب على أن نحب على محبة أبي طالب الذي يتهمه المسلمون مع الأسف بالشرك يقول يعلمنا النبي بمدرسته أن النبي يحب كل من يحبه أبي طالب فيعلمنا أن نحب على محبة العملاق أبي طالب ولي الله الأعظم أبي طالب يعلمنا النبي هكذا يقول أحبه حبين حبا له وحبا لحب أبي طالب له فعقيل كان إنسان رائع وعالم بالأنساب وعالم بأفخاذ العرب وكان فقيرا وكان كثير العيال يوم من الأيام إجى للإمام علي يقول يا أمير المؤمنين انظر حالتي وإنت أخي وحاكم ليش ما تعطيني زيادة صاعا ما تقسم على المسلمين إذا هو ما جاء بذنب الإمام علي أحمال حديدة وقربها منه أراد أن يشعره بحر النار وإلا ما أحرقه إذا تسمعوني يوم واحد يقول لك الإمام علي أحرق أخاه عقيل هذا خطأ ما أحرقه لأن عقيل ما إجى بذنب يستحق عليه الإحراق ثم لو جاء بذنب بين يدي علي الإمام علي صاحب سماحة حاشا أن يتصرع هكذا فالإمام فقط أدناها من بدنه ليشعر بالحرارة يريد أن يعطيه موعظة فيقول الإمام علي يخطب على المنبر يقول أما والله لقد رأيت أخي عقيلا وقد أملق حتى استماحني من بركم صاعا ورأيت صبيانه شعث الشعور غبر الوجوه غبر الألوان كأنما سودت وجوههم بالعظلم هذا يعني عشب مر كأنما سودت وجوههم بالعظلم فعاودني مؤكدا وكرر علي القول مرددا فأصغيت إليه سمعي فظن أني أبيعه ديني أو أتبع هواه مفارقا طريقتي فأحميت له أو إليه حديدة وأدنيتها من بدنه أدنيتها من بدنه ليعتبر بها فضج ضجي جذي دنف من ألمها وكاد أن يحترق من ميسمها فقلت له يا عقيل ثكلتك الثواكل أتئن من حديدة أحماها إنسانها للعبه وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه أتئن من الأذى ولا أئن من لضاء شوف المدرسة الكبرى وان موجود حاكم اليوم أي حاكم يجي للسلطة شوف أخوه وابن أخيه وابن عمه وابن خالته وابن أبيه وابن جيرانه كلهم هؤلاء يصيرون السلطة بعدين يجي حاكم جديد هاي السلطة كلها تروح ويجي واحد آخر وهي الإمام علي سلام الله عليه يبينها في الشقشقية العصماء خطبته في نهج البلاغة يقول فقام ثالث القوم إلى أن قام ثالث القوم نافجا حضنيه بين نثيله ومعتلفه وقام معه بنو لاحظت بنو أبيه يخضمون مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع حتى أكبت به بطنته وأجهز عليه عمله فقتله الناس ليش؟ لأن كل حاكم يقوم يجب لك مجموعة يخليهم بالحكم صالح فاسد ينفع ما ينفع عالم جاهل عادل ظالم هؤلاء أبدا يحطهم بالحكم الإمام علي يقول فظن أني أبيعه ديني أو أتبع هواه مفارقة طريقتي فأحميت له حديدة وهذا عقيل ليحبه رسول الله زيادة عن باقي الناس يحبه حبين مو حب واحد يعني مقام محمود عند رسول الله والإمام علي يقول العدل عدل العدل لا يعرف أخا وأبا العدل يمشي بالرعية سواسية كأسنان المشط يوم واحد من الأيام يجي يقول للإمام علي يقول يا أمير المؤمنين عامل الأغنياء غير الفقراء يعني أنت تعاملهم كلهم على حد سواء قال ويلك والله لو كانت في أموالي لساويت بينهم كيف وهي أموالهم هاي عدالة الإمام علي لملأت الدنيا بعطائها بعدين يجي واحد للإمام علي يريد يرشي الإمام علي في قضية ما فيجيب لطبق من الحلوى ملفوف هكذا مرتب هي دخلة للإمام علي يقول هاي هدية إليك يا أبا الحسن الإمام علي يقول ما هذا يقول هاي إليك يا أبا الحسن يقول ما هذا بأي عنوان صدقة صلة زكاة خمس أي عنوان هذا الإمام علي يريد يأخذها إلى بيت ما للمسلمين يقصمها على الفقراء يقول هذا ماذا صلة صدقة خمس زكاة ما هو فهمني حتى أفرزها إلى مكانها هذا الرجل يقول لا يا أمير المون هاي هدية إليك شوف عنوان الهدية كثير هذا في المعاملات لا هاي هدية وهي تكون ربا وحرام ورشو يقول لا هاي هدية شوف الإمام علي ماذا يقول يقول وأعجب من ذلك طارق طرقنا بملفوفة في وعائها وعجنت شنئتها شنئتها يعني كرهتها كأنما عجنت بريق حية ريق الحية شايف ريق الحية يعني أبشع صورة يصور الإمام علي فيها الرشوة يقول كأنها عجنت بريق حية أو قيئها أبشع من ذلك بعد صور أنت قيئ الحية يعني سم يقول الرشوة سم على الأنفس مو تسمي من البدن الحية يسمم البدن لكن سم الرشوة يسمم النفوس والأرواح يقول وأعجب من ذلك طارق طرقنا بملفوفة في وعائها وعجنت شنئتها كأنما عجنت بريق حية أو قيئها فقلت له أصلة أم زكاة أم صدقة فقال لا هذا ولا ذاك وإنما هي هدية يا أبا الحسن فصاح به أمير المؤمنين هبلتك الهبول أعن دين الله أتيتني لتخدعني قلوا أنا علي بن أبي طالب أنا أخدع بأمثالك هاي الدنيا كلها بأسرها ما تخدعني هي قل لها هبلتك الهبول أم اختبط أم ذو جنة أم تهجر أعن دين الله أتيتني لتخدعني فوالله هذا قصم علي بن أبي طالب القصم الذي يبقى يرن في مسامع الدهر والحكام هي قل لها فوالله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت هاي المنهجية والمدرسة هاي المنهجية والمدرسة الكبرى التي يعلمنا إياها أمير المؤمنين هكذا كانت حكومة الإمام علي وشغلوا حكومة علي بن أبي طالب بحروب ثلاث حرب صفين وحرب الجمل وحرب النهروان حرب صفين قادها معاوية حرب الجمل قادتها عائشة وطلحة والزبير وحرب النهروان قادها الخوارج بوجه أمير المؤمنين شغلوا ساحة الإمام علي حتى يتحصر الإمام علي أنه ما استطاع أن يكمل المنهجية التي رسمها لذا قال لو ثنيت لي الوسادة لأفتيت أهل الزبور بزبورهم وأهل التوراة بتوراةهم وأهل الإنجيل بإنجيلهم وأهل القرآن بقرآنهم وكل لقال لقد أفتانا علي بن أبي طالب اللهم صلى الله عليه وسلم وعلي محمد ولكن ما الذي جرى في تلك الحقبة إجوا للإمام علي بالمسجد قتلوه في محراب الصلاة هكذا افتتحت حياة علي في بيت الله جاء أمير المؤمنين إلى بيت الله واختتمت حياته في بيت الله وقلبه كان بيتا لله والله كان أمير المؤمنين يصلي عند الصباح في ذلك المسجد في مسجد الكوفة لما طلع عليه عدو الرحمن بن ملجم المرادي الذي ضرب رأس علي بالسيف وهو يقول الحكم لله وليس لك يا علي وإذا تلك ليال صعب كانت تمر على قلب أهل البيت زينب تقول أنا كنت في تلك الليلة في بيتي فسمعت في تلك الليلة منادي ينادي بين الأرض والسماء تهدمت والله أركان الهدى وانفصمت والله العروة الودقى قتل ابن عم المصطفى قتل الوصي المشتبى قتل الإمام المرتضى قتله أشقى الأشقى يا آياء فسمعت زينب ذلك الصوت والله فالزين يتولن جبريل ينعى والله ينعى تخرب على الكرار بدماء قامت زينب طرقت الباب على أبي محمد الحسن نادت أخي يا أبا محمد سمعتنا عن ينعى أبانا قال نعم يا زينب عظم الله لك الأجر بأبينا علي ويأل من سمعت الصيحة مشلثوم نادت يا أخوي يا حسن قوم قام الحسن مسرع من النوم للمسجد للمسجد تعناه مهضوم والله شاف صريع ورأس مجسوم وفي أبا كلهم غسل أدموم وفي أبا كلهم غسل أدموم وصل الإمام الحسن إلى المسجد رأى أباه على الآيار ينادي رفقا بي يا ملائكة ربي الله أكبر الملائكة نزلت عند أمير المؤمنين عند ذلك نادى الإمام الحسن إلي بحصير لما يا أبا محمد يريد أن يحمل أباه عليه الله أكبر أمير المؤمنين الذي حمل باب خيبر اليوم يحمل على حصير جاءوا بحصير وضعوا عليه الإمام وحمله أربع من أولاده الحسن والحسين وأبو الفضل العباس ومحمد بن الحنفية حملوا أمير المؤمنين على ذلك الحصير وخرجوا به من باب المسجد قصدوا باب الدار وعذاب الإمام علي بالطريق يفتح عينه ثم ينظر إلى باب داره ثم ينادي أبنائي أنزلوني أمشي بينكم على هيئة السليم المعافى قالوا أبا ولما تريد المسير وأنت على هذه الحالة قال لأني رأيت حبيبتي زينب واقف على الباء وأيام وأخشى أن تراني محمولا والله صدقيت ونادت يا المجبليين هالشعى أيلين وياكم والله أخايا في كون عودي طيبين لما نسمعها الحسن وحسين صاح ويا زينب زيد لونين وبوش انطبر والراس والله نصي يا نتقل أش سويت بينا والله ش سويت بينا يا بن ملجم والله يا بن ملجم ضربت بسيا فكلنا قعب سأم عم أدخل الإمام إلى الدايار ومضى على الإمام ليالي ثلاث إلى آخر ليلة الله أكبر أقبلت زينب عند أبيها اتقل أبا يا علي أراك تمسح جبينك بيديك قال نعم بني سمعت جدك رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن المؤمن إذا دنت وفاته رشح جبينه وسكن أنينه قالت يعني راحل عننا قال نعم يا بني قالت من لي بعدك من يكفلني بعدك قال هذا الحسن والحسين قالت لا يا أبا هذا سيد وانا أخدمهما ولكن أريد من يكفلني بعدك قال يا زينب قلبي طرفك في أخوتك واختاري من تشائيين يقول الراوي قلبت طرفها وقع نظرها على قمر العشير على أب الفضل العباس تقول أبا أريد العباس كافلي ناداه أمير المؤمنين ولدي عباس تعال إليه أقبل العباس أخذ بكفه وأخذ بيد زينب وضعها في كف أب الفضل وقال ولدي هذه وديعة عند لذا يوم عاشرة زينب هي طالعة خاطب العباس صدت للمس النات ويلعبر أجري صحت يراع المشرع يا زينب سبي والله صح يا تخو يا منت منت اللي جبتني والله جبتني وبيدك يا أخو يا ركبتني أنا يمت يا رح تعني وعفتني تراه سياط زجر ورمتني أوه إله ويوم طلعت أن المدينة زينب طلعت برعاية من الله يرحم ابن نصار يقل يا من اللي ذي رع الش يام إن و يش ييد الراح لجاب المحام للحرام كل فردي وجه حيد لطبلعت زينب مبتسم عباس فاع المرجلة قال الهياض وتعلي قومي نرد الكربلة قالت لأخو يا محملي يام 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 من هل بيت شف لأخو لأيال هع يا نح ش يم ش ريه أمر ش نو ي ي ي نت ما أف لأخو والله طلعن عباس يح ديه وضع نضج به لا هلا كل ساعة عباس ونزال محمل الحورة يعدل طب لا الحسين وناشى ليش ان هي نزلتك بالفلق ليش كل ساعة توقف وتنزل يا أبا الفاضل احنا ماشيين مصيرا ليش كل ساعة نوقف قل لا يا تدري بخي تنمدل لا ما شافتي الهم والحزن ربياية علايا العزو العلايا ليقول ولدي عباس هذه زينب وديعتي عندك الله أكبر ثم بعد ذلك أمير المؤمنين نظر إلى أولاده قال أولادي في أمان الله ثم شهق شهقة وقال السلام عليك يا رسول الله ثم قال لمثل هذا فليعمل العاملون ثم ختم حياته الشريف فاضت روحه الطاهرة زينب نظرت إلى أبيها نادت أبا يا علي كلمني ما أجاب ويالد قل لا إجا العيد رات لا إجانة والله لا إجانة ولا بينه لا لب زمانة والله يا بو يا بو يا بو يا إجا العيد أبو الحسنين ما تمم الصيامة والله الصيامة إجا العيد وولادا يتاما مبارك الله بكم موقف صغير كذلك الإمام الحسن لما دس إليه السم يقول الحسين أنا عند الحسن وهو يتقيأ في طشطه فطرق الباب قمت لأفتح قال لا أخي أبا عبد الله مهلا نحط طشط من أمامي وأجلسني على هيئة السليم المحافظة قلت لما تريد أن تخفي حالتك قال أخي أبا عبد الله لأن التي على الباب هي أختي زينب الله إيش حال الرأفة بزينب من كل أهل البيت ولا أريد أن ترأني قل لي أخوي أحسين نحط طشط عني خواتك يبو السجاد جني يردني يشبعن شوف مني وينوحن علي ويود عني ولكن مصاب أعظم لما أذبح الحسين زينب أقبلت واقف عند الحسين أقبل الشمر اللعين وضع الرمح بين كتفي زينب وقال تنح عنه يا زينب قالوا وقعت زينب مغمن عليها يا يا لما أفاقت وجدت رأس الحسين على رأس القنايات والله صاحت يا هلنا يا يا حسين يا نكم حز الشمر نحرق والله نحرق يا آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ وظلت خالهم تلعب على صدره والله تقول لأخوي يريت السيف سك وجهه وعماني ولا أشوفك على الغبر رمي حسينب مغمن妖ين هذه هي كربلاء فحي ثراها واخلى النعلى عند وادي طواها يا الله إلهي بمحمد بعلي بفاطمة بالحسن والحسين بالأئمة من ذرية الحسين شافي وعافي مرضانا يا الله من كان بيننا مريضا أو أوصاني بالدعاء لشفاء مريضي خادمكم فيما إلى شاب سيد عماد جمعا وإلى أخت بحاجة للدعاء لشفائها اللهم من عليهم بالشفاء العاجل يا الله اللهم اغنيه كل فقير سددينا كل مدين لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا اقضي حوائجنا حاجة حاجة سيما أصحاب الحوائج ومن أوصاني بالدعاء من كان محتاجا بيننا أو له حاجة من حوائج الدنيا والآخرة اللهم من عليه بقضائها بحق باب الحوائج موسى بن جعفر وقاضي الحوائج بالفضل العباس اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة عجل في ظهور مولانا صاحب العصر والزمان واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشدين بين يديه يا الله اللهم تقبل عملنا بأحسن قبول واحفظ إخواني وأخواتي وأبائي وأمهاتي أهلي أهل الفضيلة والعلم الحاضرين بيننا جميعا المؤسسين لهذا الصرح المبارك المؤسسين لهذه المجالس العاملين على تفعيلها وخدمتها وخدمة الدين في هذه البلاد وفقهم لما تحب وترضى يا الله اللهم ثبتنا على ولاية علي بن أبي طالب اللهم وفقناه تقبل عملنا ارحم عبراتنا يا الله اللهم ابعث إلى رواح أمواتنا ولشفاء مرضانا وأموات الحاضرين والحاضرات والمؤمنين والمؤمنات منا ثواب الفاتحة مع الصلوات